موسيقى السلام عليكم معكم قناة ستوديو العرب سينما هتكلم النهاردة عن التريلر الاول لفيلم فلاش الفيلم من بطولة ازرا ميلر الذي ظهر في عدة افلام منها جوستس ليج الذي جسد فيها شخصية فلاش ويوجد ايضا الممثل مايكل كيتون ومن افلامه النسخة القديمة من باتمان وزبيدر مان هوم كومينج الذي اصدره سنة 2017 ومن المتوقع ايضا ظهور الممثل بن افلك في هذا الفيلم والفيلم من اخراج اندس والذي اخراج العديد من الافلام ومنها فيلم ات الجزء الاول والتاني وفيلم ماما الذي اصدره سنة 2013 بيبدأ التريلر بخروج شخصية من العربية بعد وصولهم للقصر وبيظهر فلاش بالبدلة الحديثة وهو بيرجع للماضي علشان ينقذ امه والظهر كده انه انقذها وبعد ما انقذها غير المستقبل وبيظهر فلاش وهو بيسافر المستقبل وياتضح انه سافر لكون مختلف والاحداث غير واضحة وبعد كده بيظهر النسخة القديمة من باتمان وبيظهر شخصياتين من فلاش مع سوبر وومان وفيلم فلاش من المتوقع انه هيغير علم دي سي وبناء علم دي سي من جديد بس كده وده كل اللي عندنا في تريلر الفيلم اشوفكو في فيديو تاني ما تنسوش الاشتراك في القناة واعمل لايك لو عجبك الفيديو